السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أحبابنا الكرام فيديو جديد معنا النهاردة بنتكلم فيه عن أمر مهم ما في حد مننا إلا وجاله ميت له في المنام فطيب مدلول او ايه يعني بيدل على ايه ان الميت جالي او عايز ايه او ايه طلباته او ايه الموضوع بالظبط وليه اختارني انا بالذات وجالي في المنام ما رحش لحد تاني ليه فلما اختارني انا عن سائر الناس وجالي الميت في المنام فطب ايه الاسباب اللي خلته جالي انا بالذات فنمره واحد احبابنا الكرام اعلمه ان الميت لو جالك انت في المنام فاعلم في بداية الامر انك مكروب انك مكروب انك مهموم لذلك جاءك الميت في المنام ودليل ذلك احبابنا الكرام انه للماذ يقولوا ان في عقيدة اهل السنة والجماعة ان الاموات يزورون الاحياء الاموات يزورون الاحياء يؤذن لهم فيأتون للاحياء ولكن امت بيزوروهم قالوا عند الضيق عند الكرم وعند الهم يبقى اول حاجة عشان كده اخترني وجالي لانني مكروب لانني مهموم لانني في ضيق الامر التاني قد يكون بيطمني على حاله عند الله يكون بيطمني انا على حاله عند الله طب ليه بيطمني لان انا الان انا مش عارف هو فين هل هو مرتاح هناك ام هل هو يسأل هناك ام انه يعذب هناك الموضوع شغلني قلقني ولذلك الله يبعث لي الرسالة فيأتيني الميت في المنام فحسب ما جالي في المنام جالي مبتسم جالي فرحان جالي يلبس الابيض او انه يلبس الاخضر او جالس على نهر او في ظلال الاشجار او انه جاءني متزوج او يتزوج او عنده اطفال كل هذا ينبئ بحاله عند الله وانه في مقام محمود ان الكرسي قاعد على كرسي قاعد كده على كرسي كده ومية مية كده فبينبئني بحاله عند ربنا انه هو في مقام محمود ان المتقين في جنات ونهر في مقعادي صدق عند مليك مقتدر الامر التالي ليه اخترني انا لانه ممكن يكون في الرؤية بيوصيني 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 لكن العلماء على انه في عقيدة اهل السنة والجماعة غير واجبة العمل بالرؤية غير واجب يعني لو جال يؤمرني بامر انا اعرض هذا الامر على الشرع فان سبه فبها ونعمة ان وافق الشرع فبها ونعمة وان خالفه ضربت بالرؤية عرض الحائط فلا يعمل بمقتضاءة تمام يا حبابنا الكرام فاذا هو جاي يوصيني بيوصيها بيوصيني على اخواتي بيوصيني على والدتي اللي هو تركها كمان حنقول ان هو بيوصيني بالاعمال الصالحة كمان يا حبابنا الكرام جالي انا لانه يعلم ان انا مهتم بيه وان انا ممكن ادعوله فلو جالي بيطلب الدعاء جالي عجعان جالي عطشان جالي هدوم مقطعة جالي عريان كل ده يستوجب الصدقة او يستوجب الدعاء ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد المسلم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له العلم كان هو اللي عمله في حال حياته لكن لم يبقى له الا الدعاء والصدقة ولد صالح يدعو له فهو اخترني لانه عارف اننا هتم بالموضوع واننا هدعو له اذا وصاني بالدعاء او حاله كان يقتضي انني ادعو له او اتصدق له فهو عارف اننا هفعل ذلك ولذلك اخترني عن سائر الناس كذلك يا احبابنا الكرام قد تكون رؤية المية اخترني انا للعظة اخترني انا للعظة اما الميت فقد افاضي لما قدم لكن لم يبقى الا انا فممكن يكون العظة والعلماء يا حبابنا الكرام بيقولوا من لم يكن الموت له واعظ فلا تنفعه كل المواعظ الموت ما يكونش ليه واعظ لا تنفعه كل المواعظ جايلي في حال وانا كنت عارف حال حياته المتوفدة او الميت دا انا كنت اعرفه في حال حياته فجايلي في الرؤية تعبان او بيسأل بين ايدي الله او حزين فانا اتجنب الافعال اللي كان يعملها حال حياته شفت جايلي بيتناحم وجميل فانا التزم بالاشياء اللي كان بيعملها حال حياته العظة من الرؤية وقد تكون هناك رسائل رسائل خاصة رسائل مخصوصة لذلك رأيت الميت في المنام منها ان صديق لي وتعجبت كثيرا من هذه الرؤية صديق لي كان قبل الهداية قبل ان يمن عليه ربنا عز وجل بالهداية كان يعني خطر امن عام سرقوت ولكن بعد ذلك من ربنا عز وجل عليه بالتوبة والهداية ونحسبه كذلك كل المزكي احدا مع الله لكن كان ايام السرقات يعني كان يتعرف على امرأة كان عالم على اسمها اسم غير مناسب بالمرة ان حد يسمعه اسم وحش جدا فلانة الكذا مش كويسة بتمشي مش كويس وهو كان يعرفها قبل الهداية لكن جات له هذه المرأة في الرؤية والستة دي بتقول له فرجي بيؤلمني فمما لا شك فيه انها رسالة خفية له من الله ان دي كانت بتمشي المشي ده وان المشي ده خلاها في القبر تتألم بسبب هذا المكان اللي كانت بتعصي ربنا عز وجل به ولذلك الرسالة له ألا تفعل كما يقول ربنا عز وجل ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل فلعل ان اختار العبد ده بالذات او اخترك انت بالذات انت مخصوص لحتى ان يكون لك عظة فلابد ان تتطعز والرؤية آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى تدلنا على الله تعرفنا بالله تعرفك انت فين ولازم ترجع الى الله وتحصل الذي بينك وبين الله حتى يصلح ربنا عز وجل بينك وبين الدنيا وما علينا ده اللي احنا قدرنا نجمعه النهاردة ليه اختارك الميت عشان يجيلك في الرؤية انت وما جاش لحد تاني لو عجبكم الفيديو يريد تعملوله لايك نشير الخير ده مع الناس حتى يطعم الفائدة كمان يا حباب من الكرام اللي بيشوفني الاول مرة يريد يعمل اشتراك في القناة فقل خصية الجرس يقتر من الكل حتى يأتي اشعر بكل ما هو جديد كمان يا حباب من الكرام اراكم على خير في لقاء اخر ان شاء الله استودعكم الله الذي لا يتغضيع ودائعه سبحانك اللهم وربنا وحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اطلب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة